كل كيلو ديال الماطيشة كنصدره إحنا كم غاربة رك نصدره معه مئتين وربعة عشر اترو ديال الماء وإذا رجعنا الإحسائيات الرسمية ديال الفين وثلاثة وعشرين تلقوا بأن المغرب صدر سبعمية وستعشر الف طون تلقوا 716 او لا يوجد تعال و أصل سبعمية وستعشر مليون كيلو ديال الماضيشة وهاد سبعمية وستعشر مليون كيلو ديال الماطية صدرنا معه 153 مليار اطرو ديال الماء يعني هي 153 مليون متر مكعب ما الذي تريد我們 هي وستعلك ديال المدينة فيها فاربعة مليhnى دَّهربايذا قبيп الحال؟ ما دخلناك الحتياجات ديال منو الضحية دقرب idag يعني عين حرودال، محمدية، نواصر، مديونة، ضربوا عزة، ولاد عزوز، الرحمة، بسكورة، بني خلفه لأخيره يعني لوغلونكا زبلونكا لا احنا هم دينا الضربدة البلدي دينا الضربدة للاستهنك دينا السنة ومن الماء هو 153 مليون متر مكعب يعني أمام هاد الأزمة اللي كنعيشوها احنا في الحاطش وأمام هاد الاحتياجات اللي كنفوح العدد دينا المدون بسبب سوء تدبير العكومة لهاد القضية دينا الماء احنا كنخليوا اللوبيات الكبار والمغفية الكبار والشركة الفلاحية الكبارة تنهك المخزون المائي ما تبقى منه وتنهك التربة باش حنراضيوا الدول الأوروبية يدرج عن نفس الإحصائية دلتة وعشرين تلقوا ديك 716 ألف طون في نشاز 50% مننا مشات فرنسا 20% مننا مشات البريطانيا 11% مننا مشات الهولندا 8% مننا مشات الاسبانيا و3% مننا مشات الالمانيا واحد من دي سبقية دي 3% مشات الموليطانيا وما تبقى قبسة مشات الدول الأخرى بمعنى إلا حيثنا بريطانيا الاتحاف الأوروبي ببحده 72% من الماطي شغل مشات ليه هو بمعنى 72% من الماء اللي صدرنا مشات الاتحاف الأوروبي أما ندخلنا بريطانيا ره النسبة تقريبا هي 100% 92% اللهم من هذا منكر واش الطروة المائية اللي كنا في أوروبا هي الطروة المائية اللي كنا في المغرب واش الوديان دائمة الجريان في فرنسا وفي ألمانيا وفي النامسا وفي بريطانيا هي الوديان ناشفا والواكحة لكنها في المغرب واش السدود التي فاضت عن حاجتها المائية في ألمانيا وفي النامسا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي بريطانيا هي السدود اللي ناشفا في المغرب مع ذلك الدول الأوروبية مزرعات شماطيشة حيث خيفا على المخزون المائي حماية للحق دي الأجيال الحالية والأجيال المقبلة في حين في المغرب حيث عدنا الساقطين وعدنا الفاشلين في الحكومة وفي البرنامان باعوا البلاد وباعوا التروة المائية وباعوا السيادة الاقتصادية والأمن المائي باعوا الأوروبيين حيث ما زال في دماغهم هما رابقين مستعمرين من طرف فرنسا خاصهم يلبيوا الطالبات دي المستعمر الفرنسا ماشي يلبيوا الطالبات دي المواطنين دي المغرب وهذا الفضيحة هذي يعني رابق أخرا مكشفتها لومون دافريك في واحد تحقيق اللي بيناد فيه بأن المغرب رابق يصدرش مطيشا رابق يصدر الماء ولكن في واقع المغرب ما كانوش محتاجين لومون باش تبينه مذهل حقيقة وممحتاجيش أصلا يعني دي بنتنت في بريطانيا ولا روبوبليكا في طاليان ولا أزايش هيمون في جابون ولا البيس في سبانيا ولا ديفيل في ألمانيا ولا أخيري لا مغربا عارفين حيث لو سولت أي مغربي على الأزمة دي الإيجاد الماء ولا أعطاش للكينة الآن ما غديش يقولك الجفاف ما غديش يقولك هالنموذج الفلاحي المعتمد دي التواطو هالساقيتين الفاشلين مع اللوبيات ومع المافيات الكبار ومع الشركات الكبار راه ومالليه لك يعني مطيشال دلاء لابوكاك هذين الأخيري والليه لك طهوة المائية جوج أن المشاريع التي كانوا يفترضوا أن تتموا منذ الأزمة دي الجفاف دي التمانينات لم يتحقق منها أي شيء خاصة على مستوى ترحيل المياه من ودلاو إلى اللوكوس إلا واحد طيف صغير مؤخرا باش نعتقوه الساكينة دي الرباط والساكينة دي الضرب دا على ووو ترحيل المياه من اسبوع إلى أبنقلع في حين المشروع الكامل دي اللطارو دي الماء ما تدارش هذي عشرين زالة زائد دي التعميم ما حطات تحرية دي المياه على الشواطئ دي النار في المحيط الطلسي وفي الساحل المتوسيطي لأن هؤلاء الساقيطون هم اللي وصلوا للمغريب لهذا الأزمة دي الإيجاد المائي وهذا الأزمة دي العطاش وباش نراجعون للك الكمية الهائلة دي المياه اللي كان صدر الأوروبا اللي هي 153 مليون المتر مكاعد را عنده واحد لكل فهمالية بايدة علاج حيز اللي اخذيني احنا عادتامان المرجعي باش كاتبي علوني يعني المكتب الوطني للماء للوكالات والشركة التدبير المفوضي لأخيري كاتبي علوني بربعة ونص خمسة درام طيب يتحالوا من بعد هم عنده واحد شبكة مرجعية باش كي بيعمل زبناء ديالهم إذا را هي واحد 765 يعني مليون درهم هي 6.8 مليار سنتيم بتخيلوا ما عيها هذه 7.8 مليار قيمة ديالها راها تساوي الكلفة ديالبيناء جو السدود من الحجم ديالسد أولوز في تالودانتس أو جو السدود من الحجم ديالسد الساقية الحمراء بالعيون وهنا المفارقة حيط المغربة كنقولوه كثرت لهم كالضحك يعني هاذ البراج الساقية الحمراء في العيون اللي التبنات في 1995 جرفتوا الفيضانات في 2016 عفوه ومن 2016 إلى الآن رصيدت 3.4 مليار باش يتبنى هاذ البراج ولكن هذي بوحد طريقة سوء الحفاثية وكأن المغرب بيعيشوا واحد اللي بحبو حمائية في العيون وفي الداخلة وفي بوجدور وفي كديرا يعني نسبة الإنجاز لحد الآن لم تتجاوز 70% بمعنى كل عام كن ضربوه عسرة فلمية اتناشف فلمية علاش حتى دي مصلح دي الشعب الدولة وفي شخص الحكومة والبرلأمان ما مهتمينش بهذا الشيء لها لا يدير بابها تكساقية الحمراء ولا غيره ولكن حينما يتعلق الأمر بالمصالح دي للوبيات والشركة الكبر يعني النساب كتكون فلكية وصاروخية والدري الماطيشة غنقوا فيها يعني إلى حدود 2016-2017 كنا قنصدروا واحد 350-400 مليون كيلو دي الماطيشة الآن المسبة ضاعفة بمية في البلاد خريبا وصلنا 716 مليون يعني كيلو دي الماطيشة منها كي يبان لنا بأن المغربة خسرين على كافة الأوجوه أولاً هاد ماطيشة اللي كتتصدر الأوروبا اللي فيها الماء ما كي يكلوهاش المغربة جوج المغربة خسرين كل شهاز لبوذيزا في كل المدن المغربية تقريباً تقلب على شغيه ما دي الماء باشيعتها لأولاده وخسرين ثالثاً أن الدولة تطرات تبوم بالفلوس بالخزينة العامة باش تدير المشاريع على عجل وبدون الدراسة لإنقاذ ما يمكنه إنقاذه على مستوى الأثقاب المائية أو على مستوى بعض المحطة دي المعالجة المياه العادي ما لي تصرفها إلى ماء أو على مستوى محطة دي التحليات المياه بمثل ما تم في الضربدة مؤخراً دي المهارزق للكولفة ديها تقريباً عشرات المليار دي الدرهم تخيّنوا معي العشرات المليارد الدرهم لو لم يكنوا ساقطون توالوا على الحكومة والبرنامان ما كنا لن نصل إلى هذا المستوى من الإدلال هذه العشرات المليارد الدرهم ربنينا بها فريسك واحد لطروس يعني طريق سريع من تزديس إلى الداخلة 1055 كيلومتر إذن هذا العرب المبلغ هذا كان بإمكانه يبنينا واحد لطروس من الحسيمة حتى الآسة ولأول مرة سيتشجع المغرب من هنا تخلقات كرة أرضية سيكون كسرنا الحاجز للريف وحاجز الأطلس المتوسط الكبير لربط الشمال المغربي بجنوبه ولكن للأسف الناس في أوروبا اللي خايفين كما قلنا على التروة المائية ديالهم عندهم الناس عندهم الكبداء على البلاد ديالهم في حين عدنا نحن ساقطين يعني لم يكتفوا فقط بتهريب أو بالتواطؤ على تهريب العملة أو بتهريب المخدرات بل أصبحنا الآن أمام جريبة أخرى الأواهية أن المغرب أصبح مشهورا بتهريب المياه